هذا هو موسم إنتاج المخدرات في بورما فالمدمنون يأتون لشراء الأفيون تجارة المخدرات ازدادت بشكل ملحوظ في وقت تشهد فيه البلاد تغييرات دموقراطية في الأونة الأخيرة أنا مضطر إلى بيعها لأنها مصدر رزق لي الخضار لوحدها عليها إقبال ضعيف جدا وأتقوم الشرطة البورمية بزيارات كرة مختلفة في رسالة إلى المزارعين مفادها أن لا مجال لزراعة المخدرات في بورما الجديدة فخلال العامين الماضيين تغير الكثير في بورما ومن أبرز هذه التغيرات إطلاقوا صراح سجناء سياسيين ورفعوا الرقابة على وسائل الإعلام بسبب المشاكل داخل البلاد لم نكن ناجحين في عمليات مكافحة المخدرات في بورما وحسب الأمم المتحدة كان إنتاج بورما للمخدرات العام الماضي 690 طن لتكون ثاني منتج للمخدرات بعد أفغانستان إنتاج المخدرات في بورما يصلط الضوء على التحديات التي تواجهه البلاد في الوقت الذي يحاول الرئيس البورمي ثنسين تحسين صورة بلاده التي تعتبر بؤرة لإنتاج المخدرات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر